أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله سبحانه وتعالى من على خلقه بإرسال الرسل وذلك من أجل أن يبينوا للناس مراد الله عز وجل من خلق الناس فإن الله عز وجل خلق الإنسان من أجل العبادة ومن أجل عمارة الأرض فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هذه العبادة وعمارة الكون تحتاج إلى إرسال رسل من أجل أن يبينوا للناس كيف تتحقق العبادة وكيف تصح عبادتهم فأرسل الله عز وجل الرسل من المهام الأساسية لإرسال الرسل أن يبينوا للناس الأخلاق الطيبة بحيث يتحل بها ويبينوا للناس الأخلاق السيئة بحيث يبتعدوا عنها ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر رسالته في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ثم إن الأنبياء والرسل قد تمسكوا وتحلوا بهذه الأخلاق الطيبة فهم القدوة للناس ولذلك يقول الله عز وجل في شأنهم وفي حقهم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد إن من الأخلاق الطيبة التي يحثنا عليها الشرع الشريف والتي تحلت بها الأنبياء والرسل خلق العفو العفو عند المقدرة العفو معناه أن يتجاوز الإنسان عن الشخص الذي أساء في حقه هذا العفو وهذا الصفح وهذا التنازل وهذا التسامح دليل على حسن خلق الإنسان إذا زاد الإنسان عليك في خلق فكأنه زاد عليك في الدين كما يقول العلماء العفو عند المقدرة من شيم الكرام العفو عند المقدرة من شيم وصفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إن القرآن الكريم يحكي لنا مواقف متعددة لبعض الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى بعض العباد وإلى بعض الناس وبين القرآن الكريم كيف كان حالهم وكيف تعاملوا مع قومهم من هؤلاء الذين حكى لنا الله سبحانه وتعالى موقفهم سيدنا يوسف عليه السلام فإن القرآن الكريم يشتمل على سورة كاملة هي سورة يوسف من أولها إلى آخرها تحكي ما وقع لسيدنا يوسف وما وقع معه ومع والده ومع إخوته إلى آخر الأشياء التي تعرضت لها السورة الكريمة ثم إن الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب نحن نقص عليك أحسن القصص من هذه الأشياء التي بيّنها الله سبحانه وتعالى والتي يمكن أن نخرج بها من قصة سيدنا يوسف موقفه من إخوته بعدما تبدل الحال فإن الإنسان لا يسير في حياته على حال واحد وإنما تتبدل أحواله في فترة من الفترات يكون ضعيفا ثم يتغير الحال فيصير قويا أو في فترة من الفترات يكون خويا ثم يتبدل الحال فيكون ضعيفا سيدنا يوسف في بداية الأمر كان ضعيفا ثم بعد سنوات وسنوات تمكن أو وضع له القبول في الأرض وصار عزيزا وصار كأنه وزير المالية مثلا فتبدل الحال الإخوة الذين كانوا أقوياء تبدل حالهم وصاروا ضعفاء حدث أن التقى يوسف عليه السلام بإخواته في نهاية المطاف وفي نهاية الأمر قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ماذا قالوا بعد ذلك قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين أجاب سيدنا يوسف هذا هو الذي نريد أن نخرج به العفو عند المقدرة قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين نفس الموقف وموقف مشابه له حدث مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لقد أخرجوه من داره ومن بلدته أخرجه المشركون فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر المسلمون انتقلوا مرة إلى الحبشة ومرة أخرى إلى الحبشة ثم استقار الأمر فانتقلوا وهاجروا إلى المدينة المنورة ثم بعد أن تبدلت الأحوال وصار المسلمون أقوياء بعد أن تبدل الحال عادوا إلى مكة فاتحي ماذا حدث عاد النبي صلى الله عليه وسلم قويا منتصرا فاتحا قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ما موقفه عليه الصلاة والسلام هذا الذي نريد أن نخرج به إنه عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء إذن العفو عند المقدرة من صفات الأنبياء العفو عند القدرة على رد العدوان العفو والتسامح والصفح والتنازل كل هذا من شيام الكرب إنه مرتبط بأن يكون الإنسان قويا ليس معنى أن الإنسان يعفو أن يكون ضعيفا أن يكون ذليلا وإنما إذا ما تمكن من رد العدوان أو من الإضرار بالغير فإنه يعفو ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى ويقول عز وجل فمن عفى وأصلح فأجره على الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلتزمون بالأخلاق الطيبة كما نسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الأخلاق الطيبة مردا جميلة إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته